نحبكم نحبكم يهمنا اسعادكم احنا المواقف والقصص تجمعنا في بناتكم بناتكم ناجي من الجواهر والدرار نقطف من الروض الزهر اغلى الفوائد والعبار ترونها في بناتكم ناجي من الجواهر والدرار نقطف من الروض الزهر اغلى الفوائد والعبار ترونها في بناتكم موقف وقصة رائعة فكرة وكلمة نافعة عيشوا دقائق ممتعة وشاهدوا بناتكم موقف وقصة رائعة فكرة وكلمة نافعة عيشوا دقائق ممتعة وشاهدوا بناتكم نحبكم نحبكم يهمنا اسعادكم احنا المواقف والقصص تجمعنا في بناتكم بناتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفا حبيبتي بعدين اوديك الكورنيش اتفقنا طيب يا بنات خلونا نكمل اكملكم الفكرة كملي بنخلي المسابقة اللي قلنا عليها البقية ايام رمضان وكل يوم حتكون اسئلة جديدة وكل البنات طيب ايش الجائزة لحظة يا حنين حتى عادنا ما قد بدأنا المسابقة وانتي الا ولا سعرفين ايش الجائزة طيب اش فيها يعني طبعا يا بنات بنسوي فريقين وكل فريق حيكون فيها لحسب البنات الموجودين هذا اولا وثانيا وثانيا رح تكون اسئلة ثقافية ولعبتها افهم شيأ امثلة بالاشارة تعرفونها صح اي احب بالاشارات طيب ش رايقوا نبدأ من اليوم لا من بكرة عشان انا ناوي عارو الكرنش أوه اوه هذا كرنش اوه اوه دي هذا الكرنش اللي طفاً جدينا فيه خلاص اجهز Laball ونجهز المسابقاتללعاب كلها وانبدأ لو بنت قلت بيكي بتيكي متكسوم فريقين صحي disk طيب يمكن البنات ما يجون روحنا مننا شوية طيب ملحظة خلونا نعرسل لهم أشوف وانهم بيجون أو لا بناتكم 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 أبغى أترف لكم بشي أكيد قررت نروح الكورنيش أوف منك يا رفيظ الكورنيش الكورنيش طفش تيري انتو الكورنيش لش تكرار الكورنيش ها ليش والله يجنين طيب خلاص يا بنات اسمعوني أنا ما أغرى المسابقة حلوة وديبة الحماس أصلا أنا خايفة أكثر بعدين أنا ما أحب الخسارة وليش متشانوا حاطة في بالك أنك رح تخسري أنا كيدا حساسي يا حساسة إنتي ها بنات إيش تفعلون؟ ولا شي بس حنين إيش بقى حنين؟ ما فيني ولا شي بس رفيظ ما تعرف تمسك حسانها حفيف قولي ما لك معلها قولي إيش فيه؟ أقول لها يا حنين ما لك معلها بس قولي قولي ليش فيه؟ قل لك حنين ما تبغى المسابقة لأنها خايفة تخسر ما تبغى المسابقة وأنا متحمسة للموضوع وأبغى أعرف في النهاية إنها خايفة من المسابقة إيش بها يعني إذا خايف من المسابقة؟ وأصلا كذا كذا بنسوي المسابقة حتى وإنتي مراضي كذا كذا بنسويها خلاص خلاص إنسي الموضوع إيه وغصبا عنك بدأتكم 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 طيب لو سويني مثلا مسابقة هنا كد ما حرفينا كل البنات فنسويها يا ربي وهنا ما ينفع هي والله مكان ومناسب لو كدنا مثلا نسويها هنا هنا على حسب البنات هنا فريق هنا فريق لما ينفع حزنكم هلا خديجة هلا مصرح اليوم نحن بنسوي المسابقة أيه إن شاء الله بس في مشكلة مو مشكلة كبيرة يعني مو مشكلة كبيرة مبارة مشكلة 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 طب إيه طب إيه طب إيه مدام كل البنات بيشاركون في المسابقة لازم يكون مكان يعني أكبر من بناتكم صح ولا أنا غضانا ايه والله صح بس صدقون إني قبل ما تجهون وأنا كنت أفكر بنفس هذا الموضوع بس لكن ما أدري أحس ما حصلت أماكن بس أماكن ما هي مناسبة يعني لعددنا والبأ ما أدري أحسني ما أدري أحسني ما أدري أحسنها ما حم هذه طيب فكرتي فكرت أنا جس أقول فكرت بس ما لقد حصلت مكان مناسب يعني لو في مكان مناسب حالا طب إنتي فكرتي محاكم مكان فان ايه طب شاهدكم لكينا من الثالي براحيم ومسايا في بيت الزهور تعالي براحيم ومسايا في بيت الزهور ثلاثة طيب لا لكن يا لكن محاكم إن شاء الله يبقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلينا ألو سيد براحين كيف حالك؟ إن شاء الله تكون بخير لا كلها بخير الحمد لله لا بس أنا والبنات كنا ناوين نسوي مسابقة ونبغى ناخذ رأيك ونبغى نسويها في بات الزهور يعني لو سمعت يعني إش رأيك؟ شكرا ما تقصر الله يسعدك في أمان الله أجوة؟ ها أجوة لا كالعادة ويقول كل شي في القناة ملككم أنتو ما الفضلان وطلب؟ أجوة 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 كم في مشكلة كده صغيرة وحلحة للمسادي براحين أجوة 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 مثلاً أخصر فريق وأفوض فريق لا بيدي أصلاً ما حاجة ألف الأسئلة ولا يعرف أحضر عادة سورة ونحظة 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 لا ما جهزت لسا السببت جاهز أبداً أبداً آخر شيء كنت أفكر فيه إنه وسان تجي تقول لي كذا لا ما كنت تتوقع أبداً وسان تجي تقول كذا لا وسان كذا ما ينفع مو كويس يعني كل واحدة لازم تشجع الثاني يعني كلنا في نهاية أخوات كلنا اللي بتفوز إذا فاز هذا الفريق أنا فاز هذا الفريق إذا فاز هذا الفريق إذا فاز هذا الفريق يعني كلنا يد واحدة في فرقة واحدة ما ينفع كده وسان يعني أنا توقعتك جاي تقول لي فكرة جديدة لعبة جديدة شيء مسابقة نغير مسابقة حادي ما توقعت أبداً لا لا نحبكم نحبكم يهمنا أسعاد فوق أحنا المواقف والقصص تجمعنا في بناتكم بناتكم ناجم الجواهر والدرار نقطف من الروض الزهر أغلى الفوائد والعبار ترونها في بناتكم ناجم الجواهر والدرار نقطف من الروض الزهر أغلى الفوائد والعبار ترونها في بناتكم موقف وقصة رائعة، فكرة وكلمة نافعة عيشوا دقائق ممتعة، وشاهدوا بناتكم نحبكم، نحبكم يهمنا اسعادكم احنا المواقف والقصص تجمعنا في بناتكم بناتكم اشتركوا في القناة